مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام مرحبا بيكم من جديد وخلينا نشوف آية اليوم كمان تقول وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤية يا حنانيا فقال ها أنا ذا يا رب فقال له الرب قم اذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهودة رجلا ترصصيا اسمه شاول لأنه هو ذا يصلي وقد رأى في رؤية رجلا اسمه حنانيا دخل ووضع يده عليه لكي يبصر هذه عمال الرسل 9 آيات 10 و 12 بالنسبة لتلميذ المسيح طبعا حنانيا واحد منهم شاول كان بالنسبة لهم يعتبر ارهابي يدور على المسيحيين واتبع الطريق علشان يضطهدهم ويكتلهم ويزينهم فكيف هو شعور حنانيا لما انطلب منه الرب مقابلة شاول تخيل نفسك مكان حنانيا كيف هيكون شعورك طب خلينا اقرب لك الفكرة اكتر تخيل انه الله يتكلم الان معك ويقول لك روح الى المكان فلاني عشان تقابل ابو بكر البغدادي رئيس داعش او بن لادن هذا لو كان عايش لانه امن بالمسيح كيف هيكون شعورك هل حد قابله التحدي الاكبر امام شاول هو انه هيبشر اليهود ابناء جلدته للمسيح حسب الاية 15 علشان كده هيكون اتخاذه عنيف تماما مثل لو انه نقول لك مفتس سعودية او شيخ الازهر لو امن بالمسيح اليوم وصار يبشر للمسيح وصار داعية مسيحي بعد ما كان داعية اسلامي اكيد حيطه دونه علشان كده صعب عليه يرفس مناخس لكن مش مستحيل فهل تبشر انت اهل بيتك بعد من امنت بالمسيح هل بشرت زوجتك وعيالك وابوك وامك واخوتك للمسيح هل تم اضطهادك بعد ايمانك مباشرة او بعد زمن هل تم اضطهادك لانك بشرت بالمسيح او لسبب اخر هل ممكن تتخيل انه زوجتك وعيالك واهلك بتجهنم وانت تستمتع بالملكوت لحالك شارك هذا المقطع الان كبداية انك تكون قد تحمست وقررت من نفسك انك تبشر اليوم كل من تصادف للمسيح وبالزاد اهلك واصحابك وحب الناس لك وبركة المسيح معكم جميعا امين اشتركوا في القناة